على طهر الحب نعم تعشت الحب الحقيقي لا تفضح منه ماكو وعد ما اعيش الحب اذا ما تعيش الحب انت مو انسان لا بدت اعيش الحب الحب الحقيقي نفس اللي ارتبطت بي لا ها لا اعني صريح ها لا صريح سالة محمد اعني صريح كل انسان مرات يعني يتمنى شي ولكن السفن تشتهي اخر شي اخر يروح لا يدرك المر ما تشتهي سفنه شنو كان المانع ها شنو كان المانع انه تعيش حياتك ويالحب الاول ربما كان السبب انه العاطفة الزايدة اللي اخذتني الى جهة اخرى عاطفة زايدة اه يعني احتراما لهم قدرت موقفهم قلت انصار انا في فضل تريدو ونسيت حبي يعني من اجلهم هل تكشف انه السبب اللي منع والله بصراحة امي 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 شان تريد ما صلعتي ايه انه اترك هذا اخذ هذا يا بدي دون شوي طيل الصبور يا معودة الله يخليك خلني حشي صراحة غير الله يرحمها اللي يموت يموت الله يرحمها الله يرحمها فما ما مقسوم الشي اللي كان يدي يصير بعدين غير ما صار اللي صار ما قدرت تقنحة انه انا احبها انه احنا متفاهمين انه احنا كذا دخلتنا بالحوب والغرام السادة محمد احنا نعيش للحب نعيش للظلم والاضطهاد والكره والهذه اكيد بس هذه الشغلة هي مراك تصير خارج ارادة الانسان يعني هسه ان احد الاخوان خطب هسه اه اقول لش اخطبت احبها غير هي حبتها ايه ابو السيدي احبها ممكن ممكن فلذلك لذلك انقول له مبروك فاني ما صارت القسم حتى واحد يقول لي مبروك الستايل اختارت غير الاختيار وهذا كنت غلطة عني اليوم لو اكيحة الفرصة لك نعم بيكون صراحة وبيكون ثقة اكثر وانا دميك التجاريب اكثر من هاي الصراحة دعتشي انه ممكن ترجعون تلتقون ويجمعكم زواج مرة ثانية الحب اللي ما ارتبطت فيه مستحيل ما يتحقق هذا لا لا مستحيل ابدا ابدا واحد واحد في الشام واحد في حلب واحد في الغرب ابدا واحد في الشرق لا بعيد كل يصار بعيد كل يش بعيد كل يش بعيد كيف هذا الحب حب المراهقة هاي الاول نظرة هاي اللي بتتجيرها شافتها كيتي وطببت راسها هاي مشاكل نتذكرني بيها عشتها؟ ايه عشتها صار مقعت بمشكلة؟ ايه مشاكلة باللك الله يستر يعني شان شمرت شان انكتلت يعني الا شوء ايه واحد من هاي المواقف؟ يعني ما ادري فديهم يعني لا ما احشي خبتورط لا لا يجي استاذ محمد عيدا صريحين ايه بس بهاي الشغلات مروتك اطلع منها اطلع منها اشكرك الله يخليك اطلع منها